التوبة النصوح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذنوب على وجهين ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له وأما الذنب بينه وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها التوبة شرف للتائبين ومقام عظيم من مقامات النبيين وقد أكرم الله به نبيه الأمين وأتباعه من الأنصار والمهاجرين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم والتوبة النصوح ينال بها التائب جائزتين عظيمتين أولهما تكفير السيئات وثانيهما إدخال الجنات وتكون له منزلة في الجنات تجعله في مرافقة النبي الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهَا نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللهم فقِّهْنا في الدين وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيل وَأَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ